السلام علي رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي شاهدوا في هذا الفيديو رجعت لكم اليوم في وصفة معروفة جدا في الحلوية التقليدية الجزائرية هذه الوصفة هي وصفة قديمة ورح نقدمها لكم خطوات بسيطة وناجحة من اول تجربة المبتدئات في بولكي ماخ اضافة كيلة بالنسبة للفرينة العبارة تبغوا كمية كبيرة كمية قليلة كمية قليلة كمية صغيرة اضافة كيس وضفت قرصان الملح ونضيفة بالنسبة للزبدة نضيفة ونضيفة كيلة ونضيفة 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 نضيف الماء و المزهر نضيف الماء و المزهر نضيف الماء و المزهر نضيف الماء و المصر نضيف الماء و الامور نضيف العجين نضيف العجين للمبتدئات نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين نبدأ بالكورة نضع الميزينة الميزينة نحل الكورة نضع الميزينة نضع الميزينة نضع الميزينة نضع الميزينة نضع الميزينة نضع الميزينة وضع الميزينة بخطوات ونذهب للكورة ثانية ونوصلوا لعملية بهذه الطريقة تمنى يكون الفيديو واضح والخطوات واضحة نبقى ونرشوف الميزة الثانية والفن شتعنا ونطبو العجين الثانية بهذا الشكل هذا كنت واحدة هي اللي تحطينا هذه الطبقات ولا تحطينا هذه التورق خطوات سهلة بسيطة تحضرها حتى لو عمرك ما حضرتها خاصة المبتدئات ونجحها من اول تجربة جهة مقرنبشة ومورقة من الداخل ومع السلحة للقلب اذا هنا بعد ما نخطو هذو كل الكورات اللي حلناهم بهذا الشكل وورقناهم بهذا الشكل راح نجيو ونبدأ ونحلو فيهم للمرة الاخيرة به الشكل وقريب شتعنا راح نجيبو شوية نتع الميزينة ونحلوها نحلو القريب شتعنا على واحدة الشمكين تاع ثنين مليمتر ولا ثلاثة مليمتر نقص ورقة الطحية ونقص ورقة الطحية اخطأت عيني ميزاني اعبر ثم ايضا نحن نحن ننطلver عرض ثمانية ثمانية ازوم العجينة انا نظن فيديو العجينة الاخيرة و هكا خرجت لي عند كميركم تشوفوا المربع التوحي عشوائيين مهم ش متساويين انا بدأ ندير بعيني هي ميزاني خاصة في الاخر كتبقاكم العجينة التالية اذا نشوفوا البناتة هنا رح ندو كميركم تشوفوا نقسمها في الداخل هكا شريطة ندو شارط و نخلو شارط ندو شارط و نخلو شارط اذا و رح ندخلوا كميركم تشوفوا في الفيديو فقط تبقوا الخطوة ستخرجوا لكم هكذا نشوفوا البناتة رح نرفضوا شارط و نخلو شارط نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة شوفوا ندخل هذك الاسفل تحاول هذك الراس نتاع الموربع سندخلوا هكذا و نخرجوا من الجهة الاخرى ستخرجنا اضفيرة اذا رح نكملوا الطريقة على ما اظن رحي واضحة تبعوا فقط كيف كنت نعم شوفوا البناتة هنا رح نوضح لكم مليح اذا رح نديروا شرائط هكذا رح ندو واحد ندو واحد ندو واحد هكذا رح نجيبوا هاذ الجهة و نخرجوها في الوسط كما ركم تشوفوا هي خرجتنا اضفيرة انتاعنا يجي الشكل التحاد جد انيق وهذا الشكل من استغناء شعلي بالرغم اللي هاذا الوصفة قديمة تعلم وما هاتنا بصحة جي هايلا هايلا تحمر لكم وجهك هكذا في مناسبة ولا في عرضها المهم هكذا المناسبة تقدري وسهلة في التحضير انتاعها وفي التشكيل انتاعها هاذ هي شوفوا البنات كيف تخرج النظف تخرج جهائلة انتو ما حاولوا بها العجينة تحكم تحلوها على شكل مستطيل وتقطعوا فقط هذو كل الحواف بها ما يخرجو لكم بعد تزايدكم هذه العجينة وتعذبكم في التالي شفتو كيف تزايدنا هذه العجينة مجيش كيمال لولا اللي نخدمها القريوش التحامج مجيش كيمال لولا اللي نخدمها هذن نهار ذا هذي هي القريوش تعنا بعد ما كملنا اضفرناها بهذا الشكل نغطوها بكيس بلاستيكي ونروحوا تتخدم الكمية ويتقليها ماما وضعوا في كصرولة ولو طاجين ولو مقلة تكون غامقة سديروا فيها الزيت ثم نقلوا الزيت اضع زيت مزال قليلاً اضع زيت مزال قليلاً نضع زيت مزال قليلاً نتقدر زيت مزال قليلاً اضع زيت مزال اضع زيت مزال مشهور اعطي مزالك نشارك معكم طريقة سهلة و ناجح من اول تجربة هنا تدي معكم اللون الذهبية تقطروها من الزيت و تحطوها ثم نعسلها نكمل القليل و شتحنا في الخطوات المهمة تحطوها في الزيت تحاولوا بالفرشيطة تفتحها ثم تقسوا الزيت و تتحمر لون ذهبي لون ذهبي لا نفضلها لون ذهبي لا نفضلها بزبزة و لا نفضلها بيضة كيف تنفخ معكم يسخن معي الزيت تنفخ معكم بسهولة هكذا هي الطريقة لتنجح معكم و يتحللها هذا كل أشريطة و يدخل فيها الزيت و تنفخ و تتورق معنا إذن هنا بعد ما كملتها في القليل و شوفوا كيفها خرجت هنا مزال مع السلتات و تخرجت و تنفخ و تنفخ و تنفخ و تنفخ سوف نقطرها وضعها في طبق التقديم سوف نقطر المظهر هذه البنة الحلوية التقليدية تبقى في القمة من أروع الحلوية سوف نحضرها في الجزائر قدمتها بطريقات تقدروا البنة تستعملها وتبيعها سوف تكون مشروع مربح وناجح وعلى بالي بالي راح تكون عندك طلبات كثيرة على هذا القريب بعض الحلوية سوف نضيف التقيدي بعد هذه المسؤولات سوف ننقسم كيف يخرج سوف تقوم الضغط تحصل لك أجل eyelid كامل اللي ذاقها عندي يحبلوا عليها هذي القريوش دعناء تقليدي اهل الاطراك همشي عجبتهم هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى تكونوا تبحت الخطوات تاها هذي القريوش خاصة المبدادئات اللي عمرهم ما جربوا القريوش رح تنجح معاهم من اول تجربة ونتمنى اه ديروها كمشروع مشروع ناجح ونضمن لكم باللي راح تعجب المشترين تحكم ولا زبائن تواعكم اذا في الاخر ما علي غير نجلكم اللي عجبتكم الوصفة اليوم ما تنسونيش باللايك على التعليقات تحكم المحفزة وبرتجيب الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعمل فائدة سلام تلقوا في فيديو اخر مع وصفة اخرى ان شاء الله في امان الله